السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم التحويل الهندسي للصف السابع بداية التحويل الهندسي متى بسمي العلاقة تحويل تسمى العلاقة تحويلا اذا ارتبط كل عنصر في مجالها بصورة واحدة فقط في مداها وكل عنصر في مداها هو صورة لعنصر واحد فقط في مجالها لتوضيح هذا المفهوم رح نتطلع على المخطط بالجنبينة لدينا مجموعتين المجموعة السين والمجموعة صاد كل مجموعة فيها ثلاث عناصر المجموعة السين فيها ثلاث عناصر والمجموعة صاد تحتوي على ثلاثة عناصر لو سمينا المجموعة عناصر المجموعة السين المجال وعناصر المجموعة صاد المدى عشان اسمي هاي العلاقة تحويل لازم كل عنصر في هذا المجال يرتبط بصورة واحدة في المدى كل عنصر الصفر ارتبط مع التسعة الواحد مع الاربعة تنين مع السبعة بصورة واحدة فقط يعني الصفر ما بيصير يرتبط مع التسعة والسبعة او مع التسعة والاربعة كل عنصر بالمجال بيرتبط مع صورة واحدة فقط في المدى مع عنصر واحد فقط في المدى كذلك عناصر المدى اللي هي الاربعة والسبعة والتسعة كل عنصر في المدى هو صورة لعنصر واحد فقط في المجال يعني اربعة صورة الواحد فقط ما بصير الاربعة تكون صورة الواحد وصورة الصفر مع بعض عشان اسمي هذا تحويل بنيدر نكتب عناصر المجموعة سين على شكل مجموعة باستخدام رمز المجموعة اللي هم الصفر والواحد والاثنين وعناصر المجموعة صاد كذلك باستخدام رمز المجموعة اكتب مجموعة الازواج المرتبة التي تمثل العلاقة عين هاي علاقة عين بدي اكتب الازواج المرتبة التي تمثل العلاقة عين دائما في كتابة الازواج ببدأ بالإحداث السيني وبعدين بشوف ايش برتبط بالإحداث الصادي عين الصفر مرتبطة مع التسعة الواحد مع الاربعة التنين مع السبعة إذا كانت سين تساوي 0-1-2-3 صاد تساوي 0-2-4-6 أي العلاقات الآتية تمثل تحويلا من المجموعة السين إلى المجموعة صاد أذكر السبب معطين المجموعة السين فيها أربع عناصر والمجموعة صاد كذلك فيها أربع عناصر وبدو أي العلاقات الآتية تمثل تحويلا من المجموعة السين إلى المجموعة صاد أول مثال عين تساوي 3 مرتبط مع الأربعة الصفر مع التنين التنين مع الستة الواحد مع الصفر وبسألني هل هذا تحويل عشان يكون تحويل لازم يكون كل عنصر مرتبط في المجال مرتبط بعنصر واحد فقط في المدى وكل عنصر في المدى مرتبط بعنصر واحد في المجال وهذا فعلا موجود في هذا المثال إذن يعتبر تحويل لأن كل عنصر في مجال العلاقة عين ارتبط بصورة واحدة فقط في مدها وكل عنصر في مدى العلاقة هو صورة لعنصر واحد فقط في مجالها يعني الثلاث ارتبط فقط مع الأربعة الصفر ارتبط فقط مع التنين التنين ارتبطت فقط مع الستة الواحد ارتبط فقط مع الصفر كذلك الصفر كان صورة فقط للواحد الستة كانت صورة فقط للتنين التنين كان صورة فقط للصفر الأربعة كان صورة فقط للتلاتة بقدر احدد انه هالتحويل او مش تحويل اشوف انه ما في ولا عنصر مكرر في المجال يعني هون 3 0 2 1 ولا عنصر يتكرر في المجال وكذلك ولا عنصر يتكرر في المدى 4 2 6 0 المثال الثاني عين تساوي مع 2 1 ارتبطت مع الستة التنين مع التنين التلاتة مع الاربعة والتنين مع الصفر لو بنلاحظ تكرر العنصر تنين في المجال ايش يعني تكرر في المجال يعني كان له صورتين كان فيه له صورة تنين وكان له صورة الصفر يعني تنين في المجال كان لها صورتين في المدى مرة تنين ومرة الصفر اذا هذا لا يعتبر تحويل لان العنصر التنين في المجال له صورتان في المدى هم التنين والصفر المثال الثالث الصفر ارتبط مع الصفر الواحد مع الستة التنين مع التنين التلاتة مع الاربعة لحن لاحظ انه ولا عنصر تكرر في المجال ولا عنصر كذلك تكرر في المدى ايش معناه انه كل عنصر يعتبر تحويل لان كل عنصر في مجال العلاقاعين ارتبط بصورة واحدة فقط في مدها وكل عنصر في مدى العلاقاعين هو صورة لعنصر واحد فقط في مجالها يعني اربعة بالمدى ما كانت صورة لغير التلاتة التنين ما كانت صورة غير للتنين وهكذا المثال الرابع عين تساوي ماعطيني المجموعة تنين وصفر تلاتة وتنين صفر وصفر صفر وستة لو بلاحظ ان الرقم صفر اتكرر فيه المجال هذا بسميه مجال اول احداث بسميه مجال اللي هم التنين والتلاتة والصفر والصفر هذا الصفر والتنين والصفر والستة بسميهم مدى بنلاحظ انه الصفر تكرر في المجال ايش معنى انه تكرر في المجال يعني كان له صورتين مرة كانت صورة الصفر صفر ومرة كانت صورة الصفر ستة اذا هذا لا يعتبر تحويل كذلك بننتبه انه الصفر تكرر في المدى مرتين هون صفر في المدى وهون صفر في المدى يعني الصفر كان صورة لاكتر من عنصر كان مرة صورة للصفر والصفر كان مرة صورة للتنين لذلك لا يعتبر تحويلا هندسيا لأن كل من العنصرين 2 و0 في المجال لهما نفس الصورة في المدى وهما الصفر هذا الـ 2 وهذا الصفر كان لهم نفس الصورة اللي هي صفر وكذلك العنصر صفر في المجال وهذا عندي صفر في المجال وهذا صفر في المجال ارتبط بعنصرين بالمدى لهم الصفر والستة تدريب 1 إذا كان لام يساوي 0 ومعطيني المجموعة لام عناصرها 0 1 2 3 4 ومعطيني المجموعة ميم عناصرها الواحد والتنين والتلات أي العلاقات الآتية تمثل تحويلا من المجموعة لام إلى المجموعة ميم مع ذكر السبب العلاقة الأولى عين الواحد مع التنين الصفر مع التنين التنين مع التلاتة بنلاحظ أن تنين بالمدى كانت صورة لأكتر من عنصر كانت صورة للعنصر 1 وصورة للعنصر 0 إذن لا يعتبر تحويل لأن كل من العنصرين الواحد والصفر في مجال العلاقة لهما نفس الصورة في المدى وهي تنين نروح للمثال الثاني سين تنين ارتبطت مع التنين التلاتة مع التلاتة الواحد مع الواحد صح أنه ولا عنصر تكرر في المجال وكذلك ولا عنصر تكرر في المدى بس عندي عناصر موجودة في مجال العلاقة لهي الصفر والأربعة ما ارتبطت ولا مع عنصر في المدى وهذا لا يجوز لازم كل عنصر في المجال يرتبط مع عنصر في المدى إذن لا يعتبر تحويل لأن هناك عنصرين في مجال العلاقة اللي هما الصفر والأربعة ما وردوا هون العناصر كانت تنين وتلاتة واحد صفر وأربعة موجودين بلام وما كانوا موجودين بالمجموعة سين لم يرتبطا بأي عنصر في المدى المثال الثالث عين تساوي صفر واحد 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 تنين واحد تلاتة واحد بنلاحظ أنه كل عناصر المجال لها نفس الصورة اللي هي واحد إذن لا يعتبر تحويل لأن كل من العناصر صفر واحد تنين تلاتة فيه مجال العلاقة عين لها نفس الصورة في المدى هو الواحد أربعة عندي العلاقة دال صفر ارتبطت مع التنين الأربعة مع الواحد التنين مع التلاتة الأربعة مع الأربعة بنلاحظ أنه هون عندي أربعة وهون عندي أربعة في المجال أربعة بالمجال اتكررت اتكررت في المجال يعني لها صورتين مرة كانت صورتها واحد ومرة كانت صورتها أربعة لذلك لا يعتبر تحويل في هاي العلاقة هي بين لام وميم مش راح يطلع عندي ولا اي علاقة تحويل ليش لانه هوني لام تتكون من عنصر 2 3 4 5 وهي بتتكون من 3 عناصر يعني مستحيل اكون علاقة يرتبط فيها كل عنصر بالمجال بعنصر مختلف في المدى فهذا المثال شو ما اعطاك علاقات ولا واحدة فيهم ممكن تكون تحويل اي من العلاقات لات يتمثل تحويل انه هندسيا من الف الى با مع ذكر السبب هوني جاي السؤال على شكل رسومات وبدو اي واحدة فيهم تمثل علاقة او لا تمثل علاقة لو رحنا على العلاقة الاولى بنلاحظ انه كل عنصر في المجال ارتبط بعنصر واحد في المدى وكذلك كل عنصر في المدى كان صورة لعنصر واحد فقط في المجال اذا العلاقة واحد تعتبر تحويل لو اتطلعنا على العلاقة التانية بنلاحظ انه عندي هاي النقطة هذا العنصر في المدى كان صورة لعنصرين في المجال يعني العنصر الاول في المجال كانت هاي صورته سورته لذلك لا يعتبر تحويل لو نروح المثال التالت بنلاحظ ان العنصر الاول في المجال كان الو صورتين في المدى يعني ارتبط مرة بهاي النقطة ومرة بهاي النقطة و بنلاحظ كمان اضافة الى ذلك ان العنصر التاني بالمدى كان صورة لعنصرين في المجال كان مرة صورة للعنصر الأول وصورة للعنصر الأخير إذن أكيد لا يعتبر تحويل لو نروح المثال الرابع بنلاحظ أنه عندي هون في عنصر ما رتبط وهون في عنصر كمان ما رتبط في عنصر في المجال ما رتبط ولا بعنصر في المدى وعنصر في المدى برضو ما كان صورة لأي عنصر في المجال إذن لا يعتبر تحويل لأن هناك عنصر في المجال ليس له صورة في المدى وهذا اللي حكناه بالمثال السابق لمكان في الأربعة وكمان رقم ما لهم صور السؤال الأول صفحة 93 هذا حلو نفس فكرة الأمثلة السابقة ملاحظات عن التحويلات الهندسية تسمى التحويلات الهندسية بأحد الحروف العربية مثل تا حا عين ويستخدم الرمز هذا رمز السهم ليدل على التحويل الهندس يعني كمان شوي رح ناخد تحويلات هندسية رح أسمي التحويل الهندسي بأي حرف من حروف اللغة العربية ورح أستخدم رمز السهم عشان يدللي إنه عندي تحويل فمثلا الرمز دال دال سهم دال فتحة تعني إنه النقطة دال تحولت إلى النقطة دال فتحة الرمز التحويل هذا تا اسم التحويل عندي تحويل اسمه تا للمثلث ألف با جيم أصبح ألف فتحة با فتحة جيم فتحة مثال في المستوى الإحداثي ليكن تا تا طبعا هو اسم التحويل تا سين للنقطة سين صاد عندي نقطة تحويل اسمه تا للنقطة سين صاد طب هاي النقطة سين صاد لماذا تحولت؟ هذا رمز التحويل تحولت لسين زائد واحد وصاد زائد تنين تحولت أني ضفت على السينات واحد وضفت على الصادات تنين ضفت على الإحداث السيني واحد وعالإحداث الصادي تنين تحويلا هندسيا جد صورة النقاط ألف تنين ثلاثة با سالب تنين صفر تحت تأثير التحويل الهندسي تنين هلا بناخد النقطة أول إشي ألف تنين ثلاثة التحويل لي النقطة ألف اللي إحداثياتها تنين ثلاثة برسم رمز السهم كانت ألف تحت تأثير التحويل رح تصير ألف فتحة ألف رح تصير ألف فتحة التغيير اللي أنا بجريه بدي أضيف على السين واحد وعالصاد تنين قداش السين؟ تنين بدي أضيف لها واحد قداش الصاد؟ تلات بدي أضيف لها تنين فرح تصير ألف فتحة تنين زائد واحد اللي هي تلات وثلاث زائد تنين اللي هي خمسة فألف فتحة رح تكون تلاتة وخمسة بإضافة واحد إلى الإحداث السيني وتنين إلى الإحداث الصادي خلنا نشوف تحويل النقطة تا النقطة با تحويل النقطة با اللي إحداثياتها سالب تنين وصفر لما أحول با رح تتحول إلى با فتحة طب سين كانت سالب تنين ده أضيف عليها واحد واحد من السؤال سالب تنين زائد واحد سالب واحد صاد كانت صفر بدي أضيف عليها من السؤال تنين صفر زائد تنين تنين إذن با فتحة سالب واحد وثنين إذن تحولت النقطة با تحت تأثير التحويل الهندسي تا من سالب تنين وصفر إلى سالب واحد وثنين تدريب ثلاث في المستوى الإحداثي ليكون تا سين صاد تحويل اسمه تا مش شرط دايما أسمي تا بس هون بالصدفة كمان سمي تا حولي النقطة سين صاد إلى هذا رمز التحويل إلى صاد سين يعني شو عملت كانت سين صاد خليتها صاد سين اللي سويته فقط إني خليت صاد مكان سين وسين مكان صاد تحويلها هندسيا جت صورة كل من النقاط الآتية تحت تأثير التحويل الهندسي تا يعني النقطة كانت سين صاد شو بدي أسوي فيها بدي أخلي الصادات مكان السينات والسينات مكان الصادات أبدل يعني عندي واحد سالب أربعة وخمسة اثنين با النقطة با خمسة وسالب واحد النقطة جيم سالب ثلاثة وسالب أربعة النقطة دال صفر وصفر فقط بدي أغير أماكن الإحداثيات أخلي الصادي مكان السيني والسيني مكان الصادي فسالب أربعة وخمسة خمسة وسالب أربعة خمسة وسالب واحد رح أعكسهم رح تصير السين مكان الصاد والصاد مكان السين سالب ثلاثة وسالب أربعة بتصير سالب أربعة سالب ثلاثة صفر وصفر رح تضل زي ما هي لأن الإحداث السيني والإحداث الصادي متساويات تدريب 4 صفحة 92 ممكن يجيك السؤال بالعكس زي تدريب 4 أوجد مروان صورا لمجموعة من النقاط الناتجة عن التحويل الهندسي دال كالآتي عندي تحويل هندسي هاي المرة اسمه دال النقطة ألف كانت واحد تنين تحت تأثير التحويل الهندسي صار اسمها ألف فتحة وإحداثياتها صفر وثلاثة با كانت صفر واربعة صارت با فتحة سالب واحد وخمسة جيم كانت سالب اربعة وواحد جيم فتحة صارت سالب خمسة واثنين هالمرة بده أنا أوجد صغط التحويل هو كان دايما يعطيني صغط التحويل ويعطيني النقطة ويحكيلي أوجد النقطة تحت تأثير التحويل هاي المرة ماعطيني النقطة وماعطيني النقطة تحت تأثير التحويل بس بحكيلي شو هو التحويل الهندسي يلي خلى واحد صفر وخلى التنين ثلاثة شو هو التحويل اللي خلى الصفر سالب واحد والاربعة خمسة واللي خلى سالب اربعة سالب خمسة والواحد تنين ندرس اول اشي الاحداثي السينية لحال الواحد صارت صفر كيف الواحد صارت صفر طرحت منها واحد طب الصفر كيف بتصير سالب واحد كذلك طرحت منها واحد طب السالب 4 كيف صارت السالب 5 كذلك طرحت منها سالب ناقص 1 طرحت منها 1 اذن انا في كل مرة عدا بطرح من الاحداثي السيني 1 في كل مرة بطرح من الاحداثي السيني 1 طيب خلينا نروحى لاحداثي الصادي كان 2 صار 3 ضفت له 1 كان 4 صار 5 ضفت له 1 كان 1 صار 2 ضفت له 1 إذن صيغتي التحويل أني أنا بطرح من الإحداث السيني واحد وبضيف للإحداث الصادي واحد فتحويل اسمه دال للنقطة سين صاد تحت تأثير التحويل بتصير النقطة سين أنا بطرح منها واحد وأعدى بضيف عن نقطة صاد واحد سؤال الثاني صفحة 93 في المستوى الإحداثي ليكن تا اسم التحويل تا سين صاد تحت تأثير التحويل النقطة بتصير سالب سين صاد تحويلا هندسيا جدت صورة كل من النقاط الآتية تحت تأثير التحويل الهندسي بلاحظ السين فقط صارت سالب سين يعني كان بغير إشارتها السين سالب سين رح أضربها بسالب واحد يعني رح أغير إشارتها والإحداث الصادي كان صاد والإحداث الصادي بيظل زي ما هو صاد صاد إذن سين بتصير سالب سين يعني بيضربها بسالب واحد او بعبارة تان يبدأ يغير اشارتها والاحداثي الصادي ما صار عليه اي تغير واحد تنين وستة تحت تأثير التحويل راح تصير الالف اسمها الف فتحة التنين زي ما حكينا الاحداثي السيني بغير اشارته بصير سالب تنين والاحداثي الصادي يبقى كما هو با تلاتة وسالب واحد تحت تأثير التحويل با بصير اسمها با فتحة الاحداثي السيني بغير اشارته والإحداث الصادية يبقى كما هو جيم سالب خمسة وسبعة جيم بيصير اسمها جيم فتحة السالب خمسة بغير إشارتها بصير خمسة والسبعة تبقى كما هي دال سالب اثنين وسالب أربعة الإحداث السيني بغير إشارته أو يعني بضربه بسالب واحد بصير تنين والإحداث الصادية يبقى كما هو هيك بنكون انتهى الدرس واجب تدريب تنين صفحة تسعين وسؤال ثلاث صفحة تلاتة وتسعين